اللي هو أحد القادة التاريخية للأمازية فلا يعترف فيه ويدخل في دهاليز والرواية لها نوع من روح الكافكوية العبثية يعني تلخص طبيعة النظام يعني المشكلة ليست فقط في عدم الاعتراف بهذه الحقوق الثقافية أنه لا توجد منظومة ديمقراطية تسمح للنهزة أن يعبروا عن خصوصياتهم سواء كانت ثقافية أو لغوية وما قاله الأخ في المغرب مهم جدا أنه ظهرت الآن قنوات تليفزيونية طيب تتحدث بالأمازيغية ولكن هي مثل القنوات تتحدث بالعربية وبالفرنسية هي أبواق للنظام الحاكم فهل كل شبابنا أفنيناه في النظام من أجل أن نحصل على حق في أن يكون لنا تليفزيون فإذا تليفزيون يتحول إلى بوق لتلميع النظام المتسلط والذي كان وما يزال يضطهد أستاذ أحمد أسألك في المغرب أنه هل تصلح القضية أو المطالب الأمازيغية قضية وطنية برنامج لمشروع وطني يقوده أو تقوده الحركات والجمعيات الثقافية والسياسية الأمازيغية يعني لماذا لا يكون المطالب أوسع تتعلق بالمواطنة ومعالجة أخطاء الأنظمة الحاكمة بحيث تكون نتيجة تلقائية هي الإنصاف والاعتراف بالكل اعتراف بكل المكونات وإعطاءها حقوقها بالفعل هذا هو الإطار الصحيح الذي تطرح فيه الأمازيغية في المغرب في إطار خطاب المواطنة وقد تجاوزنا خطاب الوطنية لأن الوطنية في المغرب استعملت بشكل اختزالي الحركة الوطنية المغربية التي نشأت بقراءة اللطيف في المساجد عام 1930 خلقت مفهوما اختزاليا للوطنية ولهذا اعتبرنا أن صراع الأمازيغية في المغرب هو أساسا صراع ضد خطاب الحركة الوطنية وأحزابها لأنها نظرة اختزالية لتاريخ المغرب ولتقافته واعتبرنا أن مفهوم المواطنة هو المفهوم الذي يتجاوز مفهوم الوطنية لأنه يجمع الكل ويشمل كل المغرب في إطار من المساواة خطاب الأمازيغية هو خطاب المساواة المساواة بين الجميع وبالطبع في ظل كلما كانت الأنظمة أكثر قمعية كلما حرم المواطن من المواطنة كيف أستاذ أحمد؟ كلما كانت الأمازيغية صوتاً خافياً وسأذكركم هنا كيف يكون عفواً؟ اسمح لي من فضلي ما دمتم قد تحدثتم عن ليبيا بشكل سريع لا أسمع هناك حركة أمازيغية في ليبيا لكنها حركة مقموعة بسبب القساوة قساوة النظام الوحشي الذي لا يسمح للصوت الأمازيغي الليبي بالبروز وأذكر بأن هذه التسمية التي تحملها حلقة اليوم تسمية المغرب العربي التي هي التسمية عنصرية وضعها العقيد الليبي معمر القدافي وهدد بالانسحاب من القمة المغاربية إذا لم يتم تبني هذه التسمية وقد سبق للمرحل الحسن الثاني أن تحفظ على هذه التسمية هنا عنصرية أيضاً وتطرف مقابل حينما تحاول أن تمحي أيضاً هذا الجانب العربي لا يمكن أن تتحدث عن الأمازيغ في بلد يسمى المغرب العربي لقد حسمنا في الهوية وجعلنا عربية ما موقع الأمازيغ والأمازيغ العرب؟ ماذا نسمي؟ علينا تهجرهم إلى أرض أخرى إذا لم يكن لهم حق في تسمية بلدهم ماذا نسميها أستاذ أحمد؟ سؤال بس إجابة التسمية الصحيحة هي المغرب الكبير أو المغارب وليست المغرب العربي إذا قلنا المغرب العربي أخذنا بعد واحد واختزلنا فيه الهوية أستاذ عثمان الآن حينما يقول أن أي مطلب أمازيغي هو مطلب مساواة هذا غير صحيح لأن حينما تحدثت عن مكون واحد وأنت أهملت المكونات الأخرى الحركة الوطنية الحقيقية هي التي تتحدث عن حقوق المواطنة وليس جزءاً من المواطنين وبالتالي تحت هذا العنوان المواطنة تتعدل أو تتصحح أشياء وأخطاء كثيرة طبعاً كلما ازداد القمع كلما ازدادت الراديكالية إذن هي راديكالية حتى أن نعطر على تسمية إذن إذا اعترضنا على تسمية المغرب العربي المغرب العربي هو مصطلح أنشئ يعني كرديف للمشرق العربي المشرق العربي المغرب العربي ليس هناك مشكلة في المصطلح في حد ذاته إذا كان الانتماء العربي هو الانتماء الحضاري أنا شخص أمازيغي لغة وأصلاً ونشأة ولكن لدي انتماء حضاري قوي إلى هذا العالم الفضاء العربي الذي أنا جزء منه وأعيش قضاياه وأتفاعل معها لا يزعجني أن تسمى هذه المنطقة منطقة المغرب العربي إذا كان هذا مصطلح لكن تزعج نظر محمد عصيد في المغرب قد يكون ذلك وأنا بنفس الدرجة أنا لست متديناً ولكن لا أستطيع أن أقول أنا ما عندي علاقة بالقضايا الإسلامية أنت تنتمي لديك انتماء عرقي أو ثقافي أو لغوي أو إسلامي كما تشاء ولكن لديك أبعاد متعددة في هذه الشخصية الشخصية المغاربية متعددة الأبعاد هناك لهذا البعد الأمازيغي الذي أعود وأكرر أنه ليس حصراً فقط على هذه الأقالية التي تتحدث الأمازيغي الآن هو تراث للجميع يعني إذا قلنا أن المصريين فراعنة لا يوجد الآن في مصر من يقول هؤلاء اختبار الجيني يحدد وهؤلاء سلالة الفراعنة هذا إرث مشترك لجميع المصريين إذا كانت مصر لا ترى تناقضاً بين ماضيها الفرعوني وانتمامها كونها اليوم هي قلب الأمة العربية فلماذا في المغرب العربي نجد تناقضاً في ذلك نحن هذا الإرث الأمازيغي يجب أن يدرج بالفعل في الدستير عندنا تم هذا التعديل وأدرج أنه هذا أحد أبعاد اللهوية المغاربية إلى جانب الانتماء الإسلامي الانتماء العربي كثير من الدزائريين يحسون بانتماءات متعددة إذا كنت تعيش أنت في فضاء ديمقراطي لن تجد تناقضاً ولكن إذا كان أنت تعيش في نظام تسلطي يريد أن يمحو وجودك فتصير عندك نوع من تشنج تكون عندك حساسية مرضية تجاه كل ما هو عربي وهذا مفهوم ثمت إشكالية وحساسيات مرضية الفعل يولد ردد الفعل هذا طبيعي أستاذ أحمد عصيد في المغرب مثقفون وسياسيون كبار في المغرب بشكل عام في المغرب كبلد وفي الجزائر وفي غيرهما محمد عبد الجابري سعد الدين العثماني واحد من قادة أكبر الأحزاب السياسية الموجودة هناك وهم من الأمازيغ لا يتحدثون بهذه الصورة الضيقة لناشطين أمازيغ هم جزء من هذه الثقافة بشكل عام بكافة مكوناتها العربية والأمازيغية يتحدثون عن مشاريعهم السياسية والفكرية بشكل عام يدركون أنه ثم توعاء كبير احتضن الجميع هذا يعزز من ضيق أفق المطالبين بالشأن وبالقضايا وبالهموم الأمازيغية فقط في هذه المساحة دون أن يكون الهم عاما فكريا وسياسيا وحضاريا أولا عندما تحدثت عن المواطنة لم أكن ضيقا أنا أتحدث عن المساواة في إطار المواطنة بين اللغات والثقافات والهويات المساواة بين الإرث الوطني كله وهذا ليس منظورا ضيقا هذا منظور تصحيحي للنظرة الإختزالية القديمة من جهة أخرى أن تساويت بين محمد عبد الجابري الذي يدعو إلى إبادة اللهجات البربرية كما يسميها في المغرب لكي تنتشر العربية مع سعد الدين العثماني الذي يدافع الأمازيغية والذي لديه خطاب متوازن وعميق والذي لديه شعور قوي بالانتماء الأمازيغية هذا شخصا ليس بنفس الشكل آخر قومي عربي إقصائي والآخر إسلامي معتدل ولكنه لديه شعور بانتماء الأمازيغية إذن لا ينبغي أن نعتبر أن أي دعوة إلى المساوات بين الأمازيغية والعربية والمكونات الأخرى هي نظرة ضيقة هذه نظرة ديمقراطية في إطار المواطنة السليمة والسبب الذي يجعل نظرتنا تبدو ضيقة هو أن الخطاب الذي ساد في السابق كان خطابا يريد التعريب الشامل والمطلق لكل شيء وهذا ما نرفضه وأود أن أوضح هنا فكرة الانتماء الانتماء لما هو عربي أو إسلامي هناك درجات في الشعور بالانتماء لدى المواطن المغربي أو الجزائري أو الليبي أو التونسي لكن السياسة المتبعة والتي لم تكن حكيمة بإطلاق هي التي بعطرت الأوراق في موضوع الانتماء لهوياتي وخلقت الكثير من الحزازات وخلقت الكثير من الصراعات الإسلام موجود ولكنه ليس منظورا شاملا يشمل كل شيء فالأمازيغ يعترفون بوجود الدين ولكن أيضا يعترفون بحرية الاعتقاد بأن لدى الفرض الحق في أن يختار الدين الذي يريد العربية موجودة والأمازيغ يحترمونها عبر التاريخ وقد انفتحوا على كل التقافات واللغات ولا يمسون مطلقا بوضعية اللغة العربية عندما يطالبون بحقوقهم لكن ما دفع على العرب من أجل الأمازيغية ما دفع على العرب في المشرق أو حتى في بعض البلدان المغاربية من أجل الأمازيغية الأمازيغ فعلوا الكثير لصالح العربية عبر التاريخ واليوم هناك أصوات تستكتر على الأمازيغية أن تكون مسوية للعربية فإذا بالنسبة لي المنظور الديمقراطي الشمولي هو الذي يحل الإشكال في بضع المشاوات لا أحد أعتقد أنه يتحدث عن دونية في وضع أي مكون من المكونات لا في المغرب ولا في غير المغرب إنما النقاش حول ربما التطرف أحيانا في المطالبة